هو أمانة قضية التعويض المسافرين مسألة نظمت على سبيل الحصر في اتفاقية مونتريال اللي انضمت لها دولة الكويت وهذه الاتفاقية تضمن للمسافرين على الخطوط الطيران الجوية في أنهم يعودون بالتعويضات على الناقل الجوي من جراء تأخير الرحلات وترتب عليها أضرار من جراء أيضا إلغاء الرحلات وترتب عليها أضرار وأيضا من جراء اللي هو ضياع الحقائب والأمتعة وأيضا في حالة الإصابات والوفاة لا سمح الله هذه المسائل حددت وحصرت في هذه الاتفاقية ومن ثم أي راكب تم إلغاء أو تأخر أو حتى ضاعت أمتعته لا أن يلجأ إلى القضاء مستند لهذه الاتفاقية اللي انضمت لها دولة الكويت وأصبحت من قبل القوانين الداخلية في المطالبة للناقل الجوي بالتعويضات فهذه المسائل عناصر التعويض جاءت ووردت على سبيل الحصر أيضا على شكل وحدات وردت في هذه الاتفاقية وبالتالي تلقضاء الكويتي ينظر للمطالبة ويحكم استنادا لهذه الوحدات ويتم احتساب هذه الوحدة على حسب سعر الصرف وفقا لصندوق النقد الدولي يحدد بالدينار الكويتي الوحدة تكون في هذا اليوم والدينار الكويتي يحسب على هذه الوحدة وبالتالي يتم صرف هذا التعويض هذا ما ورد في اتفاقية مونتريال أيضا بالإمكان المطالبة بالتعويضات وفقا لقاعدة المسئولية التقصيرية وهي قاعدة تقليدية وقاعدة عامة أنا أصابني خطأ من جرار الضرر المرتكب من هذه الشركة وبالتالي في علاقة سببية يأتي القاضي ويقدر هذا التعويض الشيء جيد في اتفاقية مونتريال أنها تشير للقاضي إمكانية تطبيق التعويض على شكل الحصر ولا تجعل القاضي أن يجتهد أما المسئولية التقصيرية تجعل القاضي يجتهد نعم واضح أن الشركة قد تواجه تعوضات ضخمة والشركة أيضا واجهت انذار من الطيران المدني إن لم تصلح أحوالها في غدون أيام أيضا قد تواجه خاطر آخر نعم مصير الشركة ما الذي يجب أن تفعله الشركة؟ نعم وهو أمانة متابعة الأحداث التي وصلت لها أحد الشركات والتي وقعت منها العديد من الأضرار أمانة ناجمة عن عدم الوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقة تجاه مجموعة من الشركات شركات الأكل خاصة بالطعام توريد الطعام أو حتى الكونترات في بعض المطارات أو حتى فيما يتعلق في الصيانة لبعض الطائرات ما تسبب عليه أضرار كثيرة والذي شاهدنا أن أحد الشركات الطيران صدر عليها انذار أولي وصدر عليها انذار نهائي والانذار النهائي يعني أن هذه الشركة سوف تتوقف يعني سوف تتوقف وسوف يتم إعطاءها مهلة لإصلاح وترتيب أوضاحها لمدة معينة وبعد ما تقتنع الدولة بأن إصلاحها وأمورها قد رتبت بشكل قانوني وسليم سوف ينظر مرة أخرى مجددا في مسألة تسير رحلاتها في المستقبل وأمانة الدولة واجهت هذه القصة من بعض الشركات لماذا؟ لأن دولة من خمسين سنة في قطاع الطيران لم تواجه قصص بهذه الطريقة أيضا مسألة القارنتي التي تودع شركات الطيران لدى إدارة الطيران المدني أيضا قارنتي ضئيل وبالتالي لا بد أن يعاد النظر فيه يعني حتى إدارة الطيران عندما تريد أن تقوم بتسييل الضمانات التي يدحها ناقل الجو اليوم قاعد نشوف بأرض الواقع لا تتجاوز العشرات الآلاف في حين أن الضرر التي تكبت الدولة اليوم في تسير الرحلات وأيضا التعويضات للركاب يصل إلى الملايين وبالتالي يتعين أن يكون القارنتي المودع لدى إدارة الطيران أو الجهات الرقابية داخل دولة كويت على الأقل متلائم ومتناسب مع حجم الأضرار أو المهام الملقاة على عاتق شركات الناقل الجوي ترجمة نانسي قنقر